ومع قرب حلول عيد الأطحى المبارك كثفت وزارة الصناعة والتجارة جولاتها الرقابية على الأسواق المختلفة في مملكة البحرين وذلك تفعيلاً لتوجيهات المستمرة بتكثيف الرقابة والتفتيش خلال المواسم والمناسبات وفي هذا السياق كدسى السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة أن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة ركزت جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال هذه الفترة إلى جانب زيارة السوق المركزي في المنامة حيث تبين وجود وفرة وتنوع واسع في الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك ولم يتم رصد أي مؤشرات لشحن أي نوع منها كما تم عقد زيارات مكثفة على المحال التجارية التي تشهد إقبالاً خاصاً في فترة العيد موضحاً بأنه تم التأكد من صحة العروض الترويجية ومطابقة الأسعار على الرفوف مع تلك المعلنة عند نقاط البيع مع التأكد من عدم وجود أي غش تجارية أو مخالفات أخرى ونوه الأشراف أنه لم يتم رصد أي مخالفات جسيمة من قبل مأموري الضبط القضائي عدا مخالفات بسيطة تمت معالجتها فوراً مشيراً إلى أن هذه الجهود الرقابية المكثفة تهدفه إلى ضمان عدالة التعامل التجاري وحماية المتسوقين خلال فترة العيد المزدحمة بالطلب على السلع المختلفة نواصل في هذه الفترة جولاتنا الرقابية على التفتيش على المحلات التجارية والأسواق التجارية في إدارة التفتيش نكثف حملاتنا التفتيشية الرقابية على الأسواق التجارية بالأخص التي تلاقي إغبال خلال فترة العيد لا أضحى المبارك وذلك التحقق من عدة أمور أمثلها صحات العروض الترويجية أو التلاعب في الأسعار أو القش التجاري أو أي ممارسات غير قانونية من خلال جولاتنا الرقابية في عدة مناطق البحرين في المجمعات والأسواق ومحلات البيع الحلويات والسوبر ماركت ومحلات الخياطة والملابس لله الحمد لم يتم رصد المخالفات المذكورة بالإضافة إلى ذلك متوفرة السلع الأساسية بكثرة في هذه الأسواق ونحب نؤكد في إدارة التفتيش بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر